انتي انتي اللي جابيك انا استاني استاني يا حناني تعالي ناما اتفضالي اتفضالي بيتي بمطرحي ده لا بتي ولا مطرحي وانا كنت حالفة ان انتو طول ما انتو اللي اتنين في مش هدخلوا ابدا بس يلا للضرورة احكام خير يا ناما في ايه ابدا قول تجي اعود معاكم شوية اتفرج عليكم وانتو متقطعين كده على ابنكم اللي مخطوف اه يا بنتي الكلب انت جادش هاتفينه بس 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 يا حناني انتي اعرفت اني ابننا الخطف مش بس كده ده انا الوحيدة اللي ممكن ارجعه لك وانتي تعرفي حاجة عن الخطفين طبعا انتعي قول اتجي لاجي مش قبل اما نتفق الاول يا حلو نتفق نتفق على ايه ترجعلي بلتي اللي خدتها مني بالنصب والاحتيال بس المرة دي بعقدة مضبوط مش مضروب زي اللي فات اجري يا شاطرة العبي بعيد يلا اجري احنا مش ناصينك دلوقتي استني يا حنان استني خلينا نفهم نفهم ايه دي بانا عارفت مصيبت وكاية لعجزة انتو حرين انا كنت جاي اعرض عليك وخدماتي بس تظهر كده ان انتو مش محتاجيني عن اذنكم استني استني يا نعمة انتي عارفة ان اللي خطفينو طلبين مبلغ خمسة مليون جنيه وكمان عارفة مبلغ طبعا مش انا اللي خطفاها انتي يا نعمة تعملي فيه كده مش قلتلك حقي حترجعه ولو اخر ينفع عمرك وحيات ده لنا دمك يا ناديم لو ما رجعت ليش كل حقوق ولا بقى هم ابوتك يلا يا حبيبتي احسن خلي ابنك يحصرني طلباتك يا نعمة تكتبلي الفيلا باسمي بعهد موثق في الشهر العقاري وتدي للناس بتوعي الخمسة مليون جنيه ده لو عايز تستلم ابنك ده ده تلعت الشيخ تمانصر واحنا مش عارفين يا اختي جوزك اللي معلمني ده يعلم الملك ازاي باشتار ازاي ما اخدتش بالي ازاي ما اخدتش بالي انك ورا الحكاية من الاول وخصوصا انهم طلبوا خمسة مليون خمسة مليون جنيه والفيلا الفيلا يا نعمة ما كانتش من نصيبك انتي ورثك من الحج الله يرحمه وخمسة مليون بس وده ورثي منك ده كان طعم طعم علشان اطمعت واخديك يتديني فلوسك بمزاجك كلتو وديتهملك بمزاج وجي اليوم اللي حترجعهم لغضب عالك لا وايه وفقهم ورق الطلاقي كمان 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 وانت يرضيك يعيش مع واحد نصاب زيك مال اللي انتي بتعملي ده تسميني حقي وبرجعه ما هول يتخد منك بالقوة مش حيرجع غير في الشدة واذا كان ابنك مش غالي عليك يبقى ما تستهلوش واجبع بالفلوس اشتركوا في القناة